جاء من بعده تلاميذه من أخطرهم وأكبرهم اللي هو ريتشارد هذا المشهور وبدأوا يعقدوا مؤتمرات يقول لك كيف نطور مسألة الإحاد فعقدوا مؤتمر المؤتمر يجاوبوا فيه دوكنز هذا المشهور يجاوبوا فيه على ثلاثة أسئلة هل ممكن العلم يزيح الدين خلاص كل ما نسأل سؤال يقول لك العلم كيف يحيي الإنسان العلم يحييه طيب كيف بعد ذلك يموت الإنسان الطبيعة وتقول بطريقة علمية أن الإنسان يتحلل وينتهي طيب كيف نوجد آليات معينة لحركة الحياة وحركة الكون يقول خلاص العلم العلم هو كل شيء العلم يصنع العلم ينشئ طيب شيء ثاني هل يمكن أيضا أن يكون هذا العلم بديل عن الإيمان بديل عن الدين يعني لو كل واحد يجيز يسألنا يقول لنا هذا الدين طيب الإجابة على الأمور الفطرية الأمور الروحية الأمور النفسية الصلاوات العبادات هم ناس كنسيين يفهمون هذا جيدا من قبل فهل يمكن؟ فبدا يقول والله ممكن يكون العلم يوجد بعض الجانب النفسية بعض الجانب الروحية طيب بقي قضية الأخلاق منظومة الأخلاق تعامل الأكل الشرب السرقة عدمها الفطرة صلة الرحم العوائل كيف نقدر نزبط هالمسألة؟ قالوا طيب ممكن نحنا نقول ممكن نكون ناس جيدين من غير إله يعني مش لازم إله هو اللي يقول لنا الأخلاق والصبر والرحمة والتفاؤل ما مش لازم خلص نحنا الكون هو يمشي بنفسه الطبيعة هي تعطينا هذه المكونات النفسية خلص عقدوا هذا المؤتمر سموه ما بعد الإيمان في كاليفورنيا في أمريكا يا الله يا جماعة الخير طبعا نوصل لنتائج إيش النتائج في المؤتمر؟ رقم واحد الدين يسبب حروب وكوارث كل ما تقولنا كلمة دين إسلام لازم نربطها بإرهاب وحروب وكوارث فخلص حنقول للناس الحروب وكوارث من الدين كذا زحينا الدين على جنب طب وين هو البديل؟ قال البديل هو التطور الصناعي نحن قاعدين نطور حياتك بالتالي زمان كانوا يعيشوا أربعين وخمسين وستين سنة أنا ممكن يعيش سبعين وثمانين بسبب تطورات التغذية وطورات الصناعة والمستشفيات والعلاجات وتقعد تطلع القمر وتنتقل من مكان لمكان وعندك رفاهية في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي السفر والتنقلات يا سلام وجدنا بديل طيب قضية الأخلاق قالوا الأخلاق نحن سهل جدا نحن نحط لنا كذا تعاملات فيما بيننا والكون يمشي نفسه بنفسه والإنسان يمشيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر